اهلا بحضراتكم في هذا الخبر العاجل قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاحد بالحبس الستة اشهر مع الشغل بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وانقضاء الدعوة بالتصالح في وقعة القتل الخطأ لمطرب المهرجانية عصام صاصة للتهمية بالتسبب بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وتنظر الجلسة برئاسة الدكتور محمد احمد الجنزوري وعضوية محمد انور وبها محمد عطية امانة سر احمد رفعت وماجد مونيل وحالة نيابة العمرانية في وقت سابق المطرب عصام طاعة طلعة الشهير بعصام صاصة 24 عام طالب ومطرب لانه في يوم السادس من مايو بدائرة قسمة طلبية بمحافظة الجيزة احرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الميثام فيتامين المخدر بغير الاحوال المصرح بها قانونا واحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الان فيتامين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا أيضا أحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها وأحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الترامدول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما قاد السيارة رقم سينيا را 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجن عليه أحمد مفتاح محروس وتسبب خطأ في قتل المجن عليه أحمد مفتاح وكان ذلك نشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاستضم بالمجن عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء وبعد الاطلاع على المدة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أمرت أن لياب بأحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته تبقا لمواد الاتهام وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وثابتة من تقرير المعملة الكيميائية أن العينات المرسلة من دم وبولع صمصاصة تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامدول والإم فيتامين والميثام فيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين وهم من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات إذن مرة ثانية قادت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد بالحبس ستة أشهر مع الشغل بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وانقضاء الدعوة بالتصالح في وقعة القتل الخطأ لمطرب المهرجانات عصام صاصر وذلك لاتهامه بالتسبب بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وتنظر الجلسة برئاسة الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية محمد أنور وابهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعة وماجد منير وأحالت نيابة العمرانية في وقت سابق المطرب عصام طه طلعت الشهير بعصام صاصر صاحب الأربع وعشرين عام طالب ومطرب لأنه في يوم السادس من مايو بدائرة قسمة طلبية بمحافظة الجيزة أحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الميثام فيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الام فيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الترامدون المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما قاد سيارة رقم سينيا را 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجن عليه أحمد مفتاح محروس وتسبب في خطأ في قتل المجن عليه أحمد مفتاح وكان ذلك نشئا عن إهمال ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي جوهر المخدر فاستضم بالمجن عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وبناء أن عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعقب عليها قانون هيئة الدواء وبعد الاطلاع على المدى 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنيات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وثبت من تقرير المعملة الكيميائية أن العينات المرسلة من دم وبول عصام صلصة تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامدول والإم فيتامين والميثام فيتامين أحد مشتقات الفينيثي الأمين وهم من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن مرة ثانية قضت محكمة جنيات الجيزة اليوم الأحد بالحبس ستة أشهر مع الشغل بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وانقضاء الدعوة بالتصالح في وقعة القتل الخطأ لمطرب المهرجانات عصام صاصة وذلك الاتهام بالتسبب بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وتنظر الجلسة برئاسة دكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية محمد أنور وبهاء محمد عطية أمانة سر أحمد رفعت وماجد مليم وأحالت نيابة العمرانية في وقت سابق المطرب عصام طاها طلعة الشهير بعصام صاصة صاحب الرابعة والعشرين عام طالب ومطرب لأنه في يوم السادس من مايو بدائرة قسم الطلبية بمحافظة الجيزة أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثان فيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الام فيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الام فيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا أيضا أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامدول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما قد السيارة رقم سينيا را 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجن عليه أحمد مفتاح محروس وتسبب خطأ في قتل المجن عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاستضم بالمجن عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وبناء أن عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانونها بعد الاطلاع على المدى 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 للسنة 1981 أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن العينات المرسلة من دم وبول عصام صاصة تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامدول والإنفيتامين والميثام بيتامين أحد مشتقات الفينيثي الأمين وهم من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وفور صدور الحكم نهار عصام صاصة وزوجته من البكاء داخل المحكمة في مقامة قوات الأمن بالتحفظ على مطرب المهرجانات لترحيله لمكان حبسه إذن مرة ثانية قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد بالحبس ستة أشهر مع الشغن بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وانقضاء الدعوة بالتصالح في وقاعة القتل الخطأ لمطرب المهرجانات عصام صاص وذلك الاتهامه بالتسبب بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد تعاطي وتنظر الجلسة برئاسة دكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية محمد أنور وبهاء محمد عطية وأمانة سر أحمد رفعت وماجد مونيب وأحالت نيابة العمرانية في وقت سابق المطرب عصام طه طلعت الشهير بعصام صاصة صاحب الرابع والعشرين عام طالب ومطرب لأنه في يوم السادس من مايو بدائرة قصنة طلبية بمحافظة الجيزة أحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر المثام فيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما قاد سيارة رقم سينيا أراء 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجن عليه أحمد مفتاح محروس وتسبب خطأ في قتل المجن عليه أحمد مفتاح وكان ذلك نشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاستضم بالمجن عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وبناء أن عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء وبعد الاطلاع على المدة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام وأيضا إرفاق صحيفة الحلاء الجنائية للمتهى وثبت من تقرير المعملة الكيميائية أن العينات المرسلة من دم وبول عصام صاصة تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامدول والإم فيتامين والمثام فيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين وهم من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات اشتركوا في القناة تمي بالتسبب بالقيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد تعاطي وتنظر الجلسة برئاسة الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية محمد أنور وبها محمد عطية وأمينة سر أحمد رفعة وماجد منير وأحالة نيابة العمرانية في وقت سابق المطرب عصام طلعة الشهير بعصام صاصة صاحب الرابع والعشرين عام وهو طالب ومطرب لأنه في يوم السادس من مايو بدائرة قسمة الطلبية بمحافظة الجيزة أحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الميثان فيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الام فيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بالذات وبقصد تعاطي جوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما قاد سيارة رقم سين يأراء 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجن عليه أحمد مفتاح محروس وتسبب خطأ في قتل المجن عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجن عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وبناء أن عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء وبعد الاطلاع على المدة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 أمرت النيابة العامة بحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استيناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وثبت من تقرير المعملة الكيميائية أن العينات المرسلة من دام وبول عصام صاصة تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامدول والإنفيتامين والمثام فيتامين أحد مشتقات الفينسيلمين وهم من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم